انتلقت جلسات المحور الاقتصادي في إطار الحوار الوطني والذي يضم ثماني لجان فرعية وأكد نواب البرلمان وممثل الأحزاب المشاركون في أولى جلسات لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية غير مزوقة جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية حيث تمت الإشارة إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا هائلا في ملف العدلة الاجتماعية وأكدت النائبة عبير جلال ممثلة حزب الشعب الجمهوري أن الدولة نجحت في توفير الحماية الاجتماعية للكثير من الأسر والأفراد خاصة للفئة الضعيفة إيمانا بمبدأ العدلة الاجتماعية